الدور الأساسي للشعب المصري أثناء حرب أكتوبر واللي جسدته الأعمال السينمائية سواء أفلام أو غيرها كان مهم جدا توسيق الجزئية دي جزئية ماذا قام به الشعب المصري أثناء حرب أكتوبر هل الأعمال الفنية جسدت بشكل كامل ما قام به الشعب المصري ولا لا؟ إلى الآن برضو مش بشكل كامل مش بشكل كامل لأنه يعني لو أنه حدث زيارة للعزب والنجوع والمدن والقرى في كل قرية وفي كل بيت في مصر بتلاقي ملحمة تستحق أنها تتحول إلى دراما يعني أقول لك مثلا إلي كان خاطب اللي لسه كان متجوز إلي وإحنا بعد سبعة وستين خريج الجامعة بيروح بيدخل الجيش ما بيطلعش ما بيطلعش فبالتالي فيه وراهم قصص كتير قبلت قصة مثلا معينة خلال كتابتك لتاريخ النصر تستحق أن هي يتعامل عنها عمل فني؟ ده بطولات كتيرة مش قصة واحدة تفتكر هل تفتكر قصة كده مثلا؟ يعني أقول لك مثلا بدون ذكر أسمع بقى يعني الأم اللي قالت الشاب اللي ما كانش راضي ياخد أجازة خالص ده دي قصة معروفة على فكرة لأنه أخوه استشهد في سبعة وستين فكله لما يقول له إنزل أجازة مش راضي إنزل أجازة لغاية ما تم العبور نزل فلما سألوا القائد أنت ما كنتش ليه بتنزل أجازة كنا بنتحيل عليك قال له لأنه أنا كنت خاف أنزل هو من الصعيد كنت خاف أنزل إيه لما أجيب النصر وأقول أن أنا ثقرت له الله لا دي حكايات كثيرة حكاية من ألف حكاية وحكاية آه طبعا لكن الأفلام كان مفروض يعني تبقى تهتم أكثر وتبحث أكثر عن المسكوت عنه خلي بالحضاك كمان دكتور جمال إن معظم الأفلام نتعاملت عملت في وقتها أو بعدها فكان برضو كان فيه نوع من إن أنا عايز أوسق الموجود لكن بعد كده قعدنا فترة طويلة جدا منشوفش أعمال فنية عن نصر أكتوبر ده صحيح وده وده يعني ده تقصير لأنه على الطرف الآخر العدو بيعمل أفلام والعدو بينزل مؤلفات العدو بيشوه التاريخ العدو أعتقد أننا بس جعنا الفترة الأخيرة بدأنا نعمل عندنا الممر عندنا كان أيام السادات أنا هنتهز الفرصة وأحيي شؤون المعنوية القوات المسلحة الحقيقة عاملة جود غير عادي وكمان تاريخ الخمسة وعشرين يناير ولتلاتين يونيوم غير عادي هنا هنا هو مش عملية توصيق بقدر مع عملية إعداد مادة علمية للباحثين بعد كده ممكن ينهلوا من هذه المادة العلمية والمخرجين أيضا والفنانين لأنه في مادة علمية رائعة جدا في شؤون المعنوية القوات المسلحة نحن نستعين بيها في كثير من الأحيان الأفلام الجديدة اللي بطلع عليها حضرتك دي أفلام رائعة جدا والمفاجأة في هذه الأفلام أنه اللي شافها الشباب أكتر ما هو ده بقى واللي أعجب بيها الشباب أكتر وده معناه أنه شبابنا يعني عنده جوع لمثل هذه الأفلام محتاج بس اللي يسردله أنا عايز أقول لحضرتك الدراما متأثيرها غير عادي أكتر من تأثير أي كتاب اللي إحنا وإحنا صغيرين وفي مرحلة المراكبة أنا أتذكر أنه لما كنا ندخل نشوف فيلم الفريد شوق مثلا وهو بطل وبيحارب الظلم كنا نطلع عندنا نبتشاء كده ونقعد نحكي لنشوف صاحبنا نحكي لهم على الفيلم وأنا تمنى أن نحن نبقى المكان الممثل العظيم ده ونلعب دور بطولة بس لسه الروح دي موجودة في شبابنا لما بنشوف الأفلام والأعمال الدرامية موجودة بس محتاجة اللي يعني يخرجها لأنه هو مسكين يعني إحنا الجيل اللي تربع على الورق وعلى الكتب وعلى الروايات والأدب الجيل ده بيشوف حتى لو عنده هواية بيشوفه جوه الميدي فلو نزله حاجة مغلوطة معمولة بالزكاء الاصطناعي فيها أنت عارف حضرتك الوسائق الميديا نقطة تغير المعنى الوسيقى نقطة واحدة لو حطيت شلت العرب وحطيتها النقطة يبقى الغرب أو الهكس بالزبط فهنا أولادنا محتاجين محتاجين يقروا تاريخنا يسمعوا حكاوي محتاجين تنسيق بين كل الوزارات المعنية بتربيد الناشط وتكامل ثقافة التربية وتعليم إعلام طبعا نحييكم على دور اللي أنتو بتلقي الجامعة طبعا نحن بنعمل في الجامعة لكن أعمال فردية يعني دي محتاجة تنسيق وتكامل لزي ما قلت في بداية الحلقة إحنا لو قعدنا كل يوم في طول السنة نتكلم عن حرب أكتوبر وعن انتصارات حرب أكتوبر وقصصها الموجودة جوه المشوقة جدا يعني آخر حاجة اللي هو الجند اللي رفض ينزل من 67 إلى 73 دي قصة لوحدها وهتلاقي في السبع سنين دول مادة ثرية أنها تتعامل طبعا حكايات كتير طبعا